عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2014 ميلادية بتشكيل لجنة صياغة الدستور رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعة بتاريء والموقعتين بتاريخ الثالث والعشرين أحد عشر ألفين وأحد عشر وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2013 بشأن إنشاء أمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013 بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2013 بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2013 بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2014 بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014 بشان تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتجسيدا لإرادة الشعب اليمني في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته قرر مادة واحد تشكل لجنة صياغة الدستور من الإخوة التالية أسماؤهم إسماعيل أحمد الوزير الدكتور جعفر عبدالله الشوطح الدكتور ألفت محمد عبدالولد دبعي الدكتور أحمد زبين عطية الدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ عبدالواسع القاضي نجيب عبدالرحمن الشميري الدكتور عباس محمد محمد زيد الدكتور عبدالرحمن أحمد حسين المختار الدكتور محمد موسى العامري مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان أحمد عمر بامطرف الدكتور انطلاق محمد عبدالملك المتوكل الدكتور نهال ناجي علي العولقي الدكتور معين عبدالملك سعيد جعفر سعيد صالح سالم باصالح الدكتور سعيد بوريك مبارك السكوتي ورنده محمد سالم علي عبده مادة اثنان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية بصنعه بتاريخ سبع جماد أول ألف أربعمائة وخمسة وثلاثين هجرية الموافق ثمانية مارس الفين وأربعة عشر ميلادية عبدرب منظور هادي رئيس الجمهورية موسيقى